إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى واعلموا أن خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن هناك مواقف ستمر على أهل البحشر يوم القيامة يوم الحصرة والندامة قال الله تعالى وأنظرهم يوم الحصرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ففي ذلك الموقف صواء في القيامة أو لمن استحق النار سيُصمأ الشهيق ويُعلن الأسى والندام ويُصمأ البُكاء والنحيب والحصرة والعلم والندم ولكن لا تحين مندم عباد الله إن هناك أصنافا من البشر سيُقصرون يوم القيامة من قول يا ليتني ويا ليتني ولنتعمل في من قال يا ليتني في القرآن الكريم قال تعالى ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فقد أعلن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ندمه الشديد وحصرته الوادحة ألا ما فرَّت في جنب الله ولكن هذا الندم وتلك الحصرة لن ينفع صاهبهما لأن زمن المُهلة انتهى وتصحيح الوضع ومعالجة الخطئ وتداركه قد فات واصمأ إلى حصرة أخرى وندامة كبرى في قولهم يا ليتنا أطعنا الله وأعطأنا الرسولا فلقد انكشفت لهم الحقيقة وظهر الحق ولكن هذه الحصرة قد فات أوانها وتتوالى الحصرات فيعلن أهل النار حصرتهم ويقول الواهد منهم يقول يا ليتني قد دمت لحياتي لقد فرَّت في جنب الله وفرَّت في الأمل للحياة الباقية وإنه ندم لا ينفع وحصرة لا تفيد لقد قالها بعدما رأى النتيجة واستلم بشماله شهادة فشله وخيبته قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه لأن مجرد استلام الشهادة بالشمال يدل على مفارقة أهل اليمين ويدل على الخزي والآر والفديحة على رؤوس الأشهاد إن مجرد استلام الشهادة بالشمال دليلٌ ألا أنه يبشر برخول النار والحصرة فتمنى هنا لو آش في الدنيا طاععاً لله متبعاً للرسول مجالساً للأخيار مجانباً للأشرار ملتزماً بكتاب الله صائراً ألا منحج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الندم ما حكى الله عنهم بقوله أز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً فإذا كان قالها وهو في الحياة الدنيا لما فاته من الغنيمة وهي غنيمةٌ زائلة فستكون حصرته بأنه لم يقم معهم بسبب فوات الباقية عشد وحينها يظف أهل النار إلى النار يقولون كما قال الله تعالى عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وعطعنا الرسول فيزوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحصرون على ما أصلفوا من تفريط في حق الله وما كانوا بحاجة إلى مثل هذا الندم ولا أن يدأوا أنفسهم في هذا الموضع المخزئ والمعلم لقد جنوا على أنفسهم كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فلقد اختاروا المعاصي على الطاعة وآخروا الانهراف على الالتزام وإندما جاءهم يوم الحصرة بدأوا يبحثون عن المخارج والخلاس ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يسلك طريق الحق ويتبع المنهج الذي شرأ الله فيخلص العبودية لله ويسير على منحج النبوة في كل حياته حتى لا يقع في الحصرة والندم يوم لا ينفع الندم فالحياة فرصة للأودة إلى الطاعة يا إباد الله وتصحيه الأودع والأودة إلى الله تعالى فالمسلم مهما بلغ من المعاصي والظنوب ما دام على قيد الحياة فالفرصة أمامه للأودة والتوبة الصادقة متاحة والصعيد من تدارك نفسه قبل الموت بالتوبة والإنابة حتى لا يقع فيما وقع فيه أصحاب الحصرة والندابة يقول الله تعالى أولياء إبادي الذين عصرفوا على أنفسهم لا تكنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميئا إنه هو الغفور الرحيم وعنيبوا إلى ربكم وعصلموا له من قبل أن يأتيكم الأذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الأذاب بغتة وعنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حصرة ألا ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الصاخرين أو تقول لو أن الله حداني لكنت من المتقين أو تقول هين ترى الأذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستقبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في جهنم مطول للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمصهم السوء ولا هم يحزدون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كفيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن احتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وعطيئوه يقول الله تعالى واتقوا النار التي أئدت للكافرين وعطيئوا الله والرسول لعلكم ترحمون إباد الله إن هذه المواقف التي ذكرها لنا القرآن بصيغة المادي وهي ستقأ بالمستقبل دليل تعقيد وقعها فعلى المؤمن أن يستغل ذمن الفرصة والحياة القادمة فله في الدنيا الخيار والمشيئة والإرادة كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر وكما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها وهو الذي ينأى بنفسه أن وحل المعاصي وينجي نفسه من غدب الله أما المعتوه الذي فقد أقله وأوقع نفسه في معاصي الله فهو على شر عظيم إن لم يتدارق نفسه لذا قال الله تعالى حاكياً عن اعترافهم بدعف أقولهم يقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقاً لأصحاب السعير لكن أتاعترافهم متأخراً وبعد فوات الأوان عباد الله إن مشاهد الحصرة والندم في يوم القيامة متعددة وما كان الإنسان بحاجة أن يوقع نفسه في هذه المهالك حمان الله من النار ووقانا اللهم وفقنا إلى ما تحب وتردى وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن حسناك نفسه في وبعدد اشتركوا في القناة 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 ومن نفسكم من النساء سروا في الدنيا الدنيا اتحادت كثيرة ومن ثم تتكيش شعور ومن ثماني ورانا داننا بازات موسعى فاليبا دو ميان سنفق دي تني بائن سننغساك مقو سيجد سنغساك مقوان سنه شيني وطاسا نانسو كتسي شغاء سننه داما داما اچه داما اچه بائن سنكر بيتك الدونس دانون حقو الله مدى وقتنا ساركية كتوى أما وننيني ونن مكباشي لجل تفن شدهان ننخب سيكا جينا اچي و داما اچي باباني ونن لجل تفن ونن فكوي لو كتن دا أكباسو ساقم وقو سكينا كافي نكم الله مدى وقتنا ساركية ساق جفاس كي نغتا دو ونن أكباشي ساقم وقو شدهان ننخب تو ونن ينانونا باش أتكين ينه ندامكينا باش أتكين ينه الجنة باشج كنزا ببو دوم ممي بي و الله مدوك كنسر كي دا آباء دونيا بي بي كو يرور النبي صلى الله عليه وسلم بي زونا دا متعنين كركي متعنين قريبا يازونا دا متعنين شري وان دا سكي سن ياشيز نبي دا صابان الله بي لزم چكو يد لتعفين الله با بي بي تفركن النبي صلى الله عليه وسلم با دا حقا يكي نداما اوان نيني تو مجي سورو نداما الدزامي اوان نيني تنكا في نيني نجزو ينا دا قتكي نداما ابيند الله مدوك كنسر كي حي كي توامنا قتكي نصورة النساء الله مدوك كنسر كي كي قيا مانا چيوا يچي زاك جسنا چيوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وانا الله مدوك كنسر كي نابام لاباد منافقيني وانده ادمو مني زاس تفياج يسيس چي يازائي كجي أكشيكو كمريد دا انكاي روكو دا الديني زاكي باكا واي باكو هريان زكي دا قوي هريان زكي دا قوي ازاي كي پتزاكي ساكي 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 علمنا ساكي دنگا سا hijابي كلنكي نا للل باكانك وايزي گانك اجينا سانكي باكا حكا سكي وايزي گل لبوسكانك كم للل ببوسكاني يا زاكي أكالله اجي أنا سانكي كنا روكو دا الديني كنا روكو دا غسكيا اجي اي قصا حكا تاكي دولكي ما سيكا ناكو چهانيا زاكا غاني قران كلوكا چنده كجي كياما لوكا چنده ونده اجي مكا حكا قصد تاكي زيو گودية باكا تو وندن منافقيني لوكا چنده اجي اجي ساكي انزاة بسي ساكي مموميني كرقو جي اكشي كرقو جي اجي مكو اجي ساكي اجي لم تأكي اجي ساكي 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 جسنا ساكي جي اي قلن خلف لتو دونيا نعم فأنه جهال اجي 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 توقس نعم 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 اشي بازا اكشي صبا اشي صنداؤ لا فيا تو انكو متنزي فداحك عرائي والدونيا غمد ابند يكوكو جي مسانا غنيما واند غنيما رزاة قاري انان دونيا تو ياكو ما اقوبة قيامة واند بابو جارة كاغا انان دونيا عايزة ايا الندامة يتوبة يقوم عزواغة الله كما الله مالو يكنسر كيزة ايا باشا ابند يبياكا تو ياكو ما اچيران تاشي قيامة نمتن ييرون وان الندامر بابو داوا دونيا بابو جارة او تاقير اللهم ادوك اكتن سلقية كيشي منا يوم تكلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله وعطعنا الرسولة راند زاق جو يد ججو يفسكو كيش اجكمو تا زاق كتاسو سيشي اجكمو تا سيسرنجا چوايا اوبنجي كيشمو داما اچي منو اللا بدغو اكتن سلقية داما اچي ممم النبي صلى الله عليه وسلم لا لوكة ندا سكتن نزاة نغتا سكتن ننطا سكتن نتا راند زاق نداما اقان ابن دي يقباتا الدونيا نباتا لوكة ندا سكي بس بي اللهم ادوك اتن سلقية دامنزان سبا ترجمة نانسي قبل 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 ترجمة نانسي ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل